السلام عليكم ومرحبا بكم سوف أشارك معكم فكرة مشروع ناجح أو مشروع زراعي مربح سواء إذا كنت تمتلك قطعة أرض صغيرة أو كبيرة أو تمتلك فقط في منزل أو أسطح منزلك كبير سوف أشارك معكم أفضل زراعة أو أفضل مشروع زراعي وحقق أرباح محترمة لزارعية كما تلاحظون بالنسبة لزراعة الفارول من أهم محاصيل الزراعية التي يمكننا زراعتها عليها إقبال كبير من ناحية استهلاك وأتمينتها جيدة جدا من ناحية المابيات لهذا سوف نتحدث عن هذه الزراعة كما تلاحظون بالنسبة لفكرة هذا المشروع فهي ناجحة مع بعض أشخاص بالرغم أنهم لا يمتلكون قطعة أرض فقط الأسطح على هذا الشكل قام باستغلال مساحة الأسطح على هذا الشكل وزراعة الفارول لأن الفارول نبات صغير لا يحتاج دوره تتعمق في الأسفل الأرض كذلك شدوره صغيرة نسبيا تتناسب مع الأراضي الصغيرة أو الأراضي الكبيرة من يمتلك قطعة الأرض ألف متر خمسمائة متر مربع فدان هكتار عشرة هكتارات لكل الشخص يمكن استفادة من هذه الزراعة وتحقيق أرباح أسبوعية لأن الفارول نقوم بحصادها أكثر من مرتين في الأسبوع ويمكن زراعته في الأراضي الخفيفة فقط جيدة صفة مياه كذلك بالنسبة إذا أردنا أن نقوم بزراعة فدان سوف نحتاج 20 ألف شتلة ودراج إلى المسافة ما بين الخطوط كما تلاحظون والمسافة ما بين الشتلات كذلك نبات الفارولة يحتاج إلى أشياء الشمس خاصة في الوطن العربي المعروف علينا أشياء الشمس والدفن أكثر من 8 ساعات في اليوم نبات الفارولة من النباتات المقاومة للأمراض الفطرية قليل من الأمراض الفطرية التي تظهر على هذه الزراعة كذلك نسبيا من ناحية الري لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الري نقوم بسقيها بشكل أسبوعي من مرة إلى 3 مرات وداراتها إلى نوعية التربة كذلك الموسم الزراعي سوف تستفيد من هذا المشروع الزراعي لمدة 6 أشهر من الحصاد لأن الفارولة سوف تقوم بحصادها لمدة 6 أشهر سوف تقوم بحصادها من مرة إلى مرتين هذا رجل الدفع كلما كان الدفع كلما كان عادة الحصاد في الأسبوع أكثر كما تلاحظون يمكنك الاستغلال الأسطح في المنزل يقتناء شتلات الفارولة توجد العديد من الأنواع الشتلات الفارولة أشكالها وحجمها كذلك طعمها واللونها كذلك يمكنك الاقتناءها وزراعتها بالنسبة لزراعة الفارولة في الوطن العربي نقوم بزراعة في شهر 11 أو بداية الخريف كذلك يمكننا زراعتها حتى في بداية فصل الرابع كذلك والاستفادة منها سواء إذا كنت سوف تستعمله كمشروع زراعي أو كمدخول إضافي أو يمكنك زراعتها لمنزلك الاستفادة أو الاستهلاك الشخصي فقط كما تلاحظون بالنسبة لعدد الصناديق على هذا الشكل ففدان واحد ينتج جيدا جدا أكثر من 20 طون في الفدان الواحد سنويا يمكن هذا العدد أن يتغير إذا كانت أشياء الشمس والخصوب والتربة والتسميد كذلك يمكنك تسميدها بأسميدة كيميائية إذا أردت أو أسميدة عضوية فقط من يحب زراعات العضوية كما تلاحظون بالنسبة الاستفادة من هذا المشروع من يمتلك قطعة الأرض سوف تحتاج إلى شتلات الفراولة سوف تحتاج إلى هذا البلاستيك أو هذه المصاطق الزراعية لأن الفراولة تمارها يجب أن تلتمسها مع التربة تتعفن أو مع مياه الأمطار على هذا الشكل أو ضباب كما تلاحظون يمكنك الاستفادة منها في منزلك على هذا الشكل العديد من الأشخاص نجاح معهم هذا المشروع لأن الشتلات الفراولة من حجمها حجمها صغير كما تلاحظون من ناحية جذورها صغيرة كذلك وسوف تستفيد منها أكثر من ستة أشهر من ناحية الحصاد عند زراعتها سوف يبدأ الحصاد في أقل من 75 يوما إذا كان التب يمكن حصاده في أقل من تلك الأوقات كما تلاحظون من أنجح المشاريع المربحة في أرض الواقع بالنسبة زراعة الفراولة سوف تقسيني شتلات الفراولة توجد عديد من المشاتل تقوم بهذا النوع من الشتلات يمكنك أن تقسينها أو سواء زراعته في منزلك أو في حديقاتك على هذا الشكل إذا كنت سوف تستعمله كمشروع زراعي بالنسبة المساحات الكبيرة من الأفضل عمل بيوت بلاستيكية أو أنفاق بلاستيكية صغيرة إذا كانت تقس عفون بارد أو انخفاض دارس الحارة لأن كلما كانت دفع كلما كانت انتاجي شيدا جدا سوف تقوم بحرط أرضي إذن من مرة إلى مرة شانا سوف تقوم باستعانة بهذه المصاطب باستعانة بألة زراعية أو محرات زراعي يمكنك إعداد هذه المصاطب وسوف تقسيني شتلات الفراولة لأن الفراولة لا نقوم بزراعتها من البدور من الأفضل زراعتها من الشتلات أو من الأخصان التي تنبت على هذا الشكل سوف أتشاركها معكم كما تلاحظون على هذا الشكل نقوم بزراعة هذه الأخصان عند نهاية الفراولة من حصادها السنوي بالنسبة للشتلات سوف تقسينيها مرة واحدة سوف تستفيد منها أكثر من ثلاث سنوات سوف تقوم بتغيير الشتلات مرة أخرى ودي الميزة في هذه الزراعة أنها زراعة جيدة جدا وتحقق عوائد أرباح جيدة خاصة في الوطن العربي بالنسبة للأجمينة النبيعات للفراولة فيتجاوز الكيلو الواحد أكثر من دولار ربما تصل في بعض الأحيان إلى دولار ونصف الكيلو الواحد هذا راجئ إلى حسب الطلب والعرض كذلك كما تلاحظون نقوم بزراعتها على هذا الشكل ويمكنك الاستفادة منها وبيع الشتلات لأشخاص آخرين على هذا الشكل نقوم بحصادها وبيعها بالنسبة المبيعات يمكنك بيعها بالتسقيط سواء ذهب إلى المدن الكبرى بجوارك أو إلى الأسواق المحلية أو إلى الأشخاص المخصصين نبيع الجملة فعالية إقبال كبير من ناحية الطلب زراعة الفراولة وكذلك على إقبال من ناحية التزدير فهو نبات صحي من ناحية التناولية كما تلاحظون نقوم بزراعتها على هذا الشكل مسافة من الخطوة تقريبا واحد متر من ارتفاع المساطب تقريبا 40 سنتيمتر على هذا الشكل يمكنك الزراعة العدد الذي تفضل وطرق الساق نقوم بساقيها بالتنقيد لأننا سوف نقوم بتسميدها بالنسبة الزراعات التجارية الربحية كذلك يمكنك الزراعتها في منزلك باستيعانة بأكياس أو صوانين أو أي شيء من هذا القبيل قشناء تربة أو كومبوس كذلك وقشناء شتلات الفراولة كذلك نستعمل سماد عطبي مخلفات الأخنام والأبقاء من الأفضل أن يكون متحلل لزيادة الإنتاج كذلك لتجنب استعمال الأسميدة الكيميائية كذلك نقوم برشها بعض المبيدات خاصة المبيدات مكافحة البيض الدقيقية كذلك الصدق قريبا المبيدات التي نقوم برشها من أهم محاصيل الزراعية التي يمكننا زراعتها في الوطن العربي كذلك كما تلاحظون من أنجح المشاريع الزراعية على أرض الواقع يمكنك كذلك زراعتها كما أشرنا بذات الحلقة في منزلك بالنسبة المبيعات فهي تتعدى لدولار واحد الكيلو الواحد إذا انتشت عشرة صناديق فالصندق يتشاوط أكثر من عشرة كيلوغرامات فهي فيدى لناحية الدخل كإضافي وبهيا سواء في الأسواق أو في المدن الكبرى كما تلاحظون من أنجح المشاريع التي يمكننا زراعتها لأن انتاجها عالية جدا نقوم بحصادها أكثر من مرتين في الأسبوع لمدة ستة أشهر عندما ننتهي من تلك الستة أشهر نقوم باستعانة ببيت بلاستيكي على هذا الشكل وإزالة البراعم ونقوم بزراعتها الموسم القادم أو بشتلة الفراولة كمنتوج زراعي على هذا الشكل أو بمنتوج شتلة الفراولة لأشخاص مقبلين على زراعة الفراولة وبالتوفيق في موضوع آخر ترجمة نانسي قنقر